والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة مع فاطيمة خليل ليك فاطيمة شكرا نادينة فكري شكرا أميرة العقدة وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة موسيقى شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين شركة فالمهيلز للتعمير وشركة ماريوتا الدولية للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة تجارية الريتس كارلتن فالمهيلز في منطقة غرب القاهرة تبلغ استثمارات المشروع نحو أربعة مليارات جنيه ويوظف ستة مائة فرد بعد التشغيل كعملة مباشرة ونحو خمسة وأربعين ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء وعلى هامش التوقيع قال مدولي إن مصر تولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحية خاصة في منطقة غرب القاهرة القريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي تستعد الدولة لافتتاحه افتتح وزير البترول وثروة المدنية طارق الملة خلال فعليات قمة الأمم المتحدة قاب 28 بدبي جلسة الحد من انبعثات المثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة وفي كلمته أمام الجلسة قال وزير البترول إن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خريطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز المثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية مضيفا أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعليات مؤتمر المناخ الحالي مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية للحد من تدعية تغير المناخ والتكيف مع أثاره السلبية وفي سوق المال أنهيت البورصة المصرية التعملات بارتفاع جماعيا للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعملات المصريين للبيع وسط دولات بلغت نحو 4 مليارات وتسعمائة مليون جنيه وربح رأس المال السوقي نحو 39 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 82% يغلق عند مستوى 25265 نقطة كما ارتفع مؤشر شركات صغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة 51% يغلق عند مستوى 5384 نقطة صعد مؤشر EGX100 بنسبة 2% يغلق عند مستوى 7840 نقطة انخفضت أسعار النفط رغم تكاهنات بانتهاء مجلس الاحتياطية الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة تراجعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 85% إلى 78 دولار لبرميلة في حين انخفضت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكسيس الوسيد بنسبة 73% إلى 73 دولار و53 سنة للبرميلة ولقيت أسواق النفط دعما من إعلان أعضاء في مجموعة أوففلس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي على خفض الانتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا تخطى سعر الذهب مستواه القياسي التاريخي متجاوزا 2100 دولار للأقية في ظل توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل حقق الذهب 2135 دولار للأقية عند بدء التدولات في أسيا محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 إبانة تفشي وباء كورونا حدث تهافت خلال الأسبوع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا أمنا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أرجاءت محكمة في هونغ كونغ جلسة استماعا مقررة بشأن التماسي تصفية شركة إيفرغراند الصينية المتعثرة للتطوير العقاري حتى 29 من يناير المقبل وتحاول إيفرغراند الحصول على دعم من دائنيها لخطة إعادة هيكلة ديون تزيد قيمته عن 300 مليار دولار لتفادي التصفية وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم وواجهت مشاكل عندما أقامت الهيئات التنظيمية الصينية باتخاذ إجراءات صرمة ضد الاقتراض المفرط في قطاع العقارات مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لأميرة ودينا لاستكمال ما تبقى من تسعة شكرا لك فاطيمة شكرا لك